الخبر روى اللي عادنا عدته ومتابعين محمد جواني على بيسان اسماعيده بسبب الخيانة واسترجاع الذكرياته بمحمد جواني ولكن هذه ما روية ناس الشاير فبيسانت على حسبها بالتك توك هذا المقطع اللي اتشدت غني بيها النفس الغني اللي غنيته لمحمد جواني قبل سنتين تقريبا روضكم اياها شوفوها جواني مالاك مالاك يا اناس مالاك مالاك ومينو ساغل لك مالاك وعايا ميناك وش مالاك لهم احناك واحباك فكل كومنتات صار تحشي عن هذا الموضوع انه هي مغنيته لمحمد جواني قبل سنتين وليت هجمون عليها انه من الشخص الثالث اللي هتغنيه اللي هي ويقول انهم يريدون غيرون محمد جواني فاكتبنا حباها بالكومنتات هتا تقوان بيسان اسماعي اللي حتغني هذي الاغنيه الشخص الثالث غير هذول الاثنين او لا الخبر الثاني اللي عادن عن مفاجأة اليوتيوبر فهو اليوتيوبر عادنه هو اسامة مروه فاسامة نزع على سبب اللي انستجرام شوية ستوريات وبذل السوريات على ما يخلح انه رح ينزل مقطع ويه غيث مروان على قناة الجيدة اللي هي اسامة مروه جيمينج طبعا مقطع رح ينزل الساعب الخمسة او اليوتيوبر ثالي عادنه هي سارتيوب وكشفة حقات الخين طارق الباشا وهي هذول اشخاص خاصة بعد من نزل المقطع وصار يحدد يعني محمد جواني نازم نطلع نعتذر من عنده واسسوا موبيسان اليوم رح يفرض انه يفضحونا يعني رضيكم الرابط مقطع سارتيوب بالوصف رحوا كشفوا وكشفوا حقها بالكامل وبس اكتبونه بالكومنتات شاركوا بهذا الموضوع وباللي قاعد يصير الخبر الثالث اللي عاد عن تهجم متابعين غيث مروان ونارين بيوتي على نورستار فنورستان ازلت على حساب بلين انستجرام هذا البوست اللي كان به هذة الصورة واللي فعليين كل الكومنتات اللي اجدتها جاندي يتحجمون عليهم المتابعين غيث مروان نارين بيوتي ويتمسخرون عليهم انه هذو دمو حقيين وهذا الكلام اللي الان قاعدين قال وقاعدين استهزئون بيها فاكتبوني احباب الكومنتات شاركوا بهذا الخبر وهل تستعقد التهجم اللي تعرضت له او لا الخبر الرابع اللي عادنا على المتابعين وكشفهم الحقات جاد وستمتوا وخفوهم لكلمة حجاب من الكومنتات اللي عادهم او مالسي عن السبب فانتما شفتو نزلوا هذا المقطع لقناتهم وهذا المقطع نوعا ما بشاهد جاندابس الحجاب بطريقة غير لاحقة وهم اللي كومنتات صار يكتبون للكومنتات ان اعبوا ما يصر هذا الشي فلاذا هم خفو كلمة حجاب من الكومنتات اللي عادهم عاودوا يوقفون هذا التهجم اللي تعرضو له او مالسي بالي دليل اللي لو ندخل الرحبطة نزلوا ونزلوا بيها التعليقات وروح نكتب بيها الحجاب طبعا كلمة حجاب ممكن تطع ولكن الحجاب ما رح تطلع بعد نروح لكمة الحجاب ثوانا عم دفع تعليق وطعليق للأشخاص لا القورايا بان اصبام زين رح غير الحساب عم شوف هالي تعليق الحساب للناس او لا بعم غير الحساب ونزلوا بيها التعليقات وروحنا لكمة الحجاب اللي رح تشوف انه تعليق مظهر وانما تعليق ذو الاسخاص ثانيين ظاهر فاكتبوا يا حباب بالكومنتات شركوا بهذا الخبر وشاركوا بقفاءهم لكمة الحجاب من الكومنتات اللي عادهم عم ما يتعرضون للتهجم الخبر الخامس اللي عادنا عن احمد حسن وزينب وردهم ومليش انه زينب لزعت الحجاب للمرة الثانية تقريبا فسنين بطلعت على لحظة المقابلة وصارت ربيع على هذا الموضوع رح أطيكم الرد شوفوا بنفسكم يعني كنت مشوشة مشتتة وكنت نوية تحجب تمام يعني كنت نوية لبس الحجاب وما زلت يعني نوية بس نوية لبسه بقى صح جدا بطريقة كويسة بطريقة ملتزمة ازبط نفس عليه وسطيلي وبرضا عمل سطايل كويس وازبط الدنيا لكن لما حصل الحوار داشتت لدماغي خلاني قلت لانا هلبسه يعني هلبسه بقى خلاص مش هستنى لما ازبط اي حاجة وعلى عمل اي حاجة هو هلبسه كده والسلام فكانت شتت يعني مني او بس ارواح يا حباب اتبوا لابين بالكومنتات اشتركوا برد زينب هل انتو بغطاني امبي او لا وبس انها وصلت المقطعات من المفترض بكم اشتركوا بالقناة اشتركوا في اشتركوا في القناة اشتركوا في القصص وبس مع السلامة اشتركوا في القناة